مرحبا بكم معكم دكتور بيرج اليكم احد افضل العناصر الغذائية لتحسين مهارة التفكير الا وهو الكولين الذي كان يعتبر فيما سبق احد فيتامينات بي اما الان فانه يعتبر فيتامينا بحد ذاته ويلاحظ لدى تذوقه انه يتمتع بطعم مشبه لمذاق الليمون كما انه ضروري جدا للجسم فهو يشكل اللبنة الاساسية لاسيتيل كولين الذي يعد احد النواقل العصبية في الدماغ تعمل النواقل العصبية كالهرمونات الا ان انتقالها يكون عبر الجهاز العصبي وليس عبر الدم فاسيتيل كولين هو المسؤول عن عملية التواصل كتحسين القدرة على حفظ الذكريات الجديدة كما انه يلعب دورا في بعض العمليات التي تؤثر في القدرة على التفكير المنطقي وشدة التركيز وزيادته وتعزيز القدرة المعرفية والنوم وتعزيز بناء المشابك العصبية في خلايا الدماغ والقدرة على التناسق الحركي ولسيما الحركات التي تتطلب السرعة والدقة وقد اجري بحث هام حول ذلك شمل اشخاص واضبوا على تناول الكولين ولحظوا تحسنا هائلا في جميع هذه الامور ان نقص الكولين يزيد من احتمال حصول التشوش الذهني ومشكلة الانتباه والتركيز كما ان نقصه يؤدي ايضا الى الارهاق الذهني وهو تراجع القدرة على التعلم وفقدان الذاكرة وضعف القدرة على التذكر والتشتت الذهني بسهولة الذي يعد احد اعراض الطراب نقص الانتباه والتركيز اضافة الى سرعة الانفعل وفيما عدا ذلك فانتم على ما يرام اما سؤال الاهم الان فهو عن الاغذية التي تمنحنا الكولين والمصدر الاول هو كبد البقر يحوي 68 جرام منه على 290 ميلي جرام من الكولين يعد الروبيان ايضا مصدرا غنيا بالكولين يحوي 113 جرام منه على 153 ميلي جرام من الكولين تحوي بيضة واحدة فقط على 146 ميلي جرام من الكولين وشخصيا اتناول الكثير من البيض عادة كما يحوي 113 جرام من الاسقلوب على 125 ميلي جرام من الكولين بالاضافة الى الكثير من المصادر الاخرى التي تحتوي على الكولين كالخضار الورقية مثلا الا ان ما ذكرت من مصادر تعتبر هي الاغنى بالكولين لذا اذا كنتم تعرفون احدا يعاني من هذه الاعراض ويرغب في التخفيف منها بعد محاولة تناوله الاطعمة الغنية بالكولين او تناوله على شكل المكملات ثم عدم التماس اي جدوا من ذلك فلابد من نقصان احد الامور المطلوبة لحصول الفائدة من خلال الحرص على اتباع نظام غذائي صحي وتجنب الاطعمة التي من شأنها ان تستنزف الكولين نشكركم على المشاهدة لا تنسوا الاعجاب والاشتراك بقناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات القيمة شكرا لكم